أحداث جرت في الطريق حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه وخادمهما عامر بن فهيرة رضي الله عنه ودليلهما عبد الله بن أريقت أحداث في الطريق وهي مطاردة سراقة بن مالك رضي الله عنه وكان ما زال مشركا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه إسلام الراعي قصة أم معبد الخزاعية رضي الله عنها لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزبير وطلحة رضي الله عنهما وهما قادمان من الشام رواية ضعيفة لا تثبت من الأحداث التي رويت في هجرته صلى الله عليه وسلم لكنها لم تثبت بإسناد صحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى مع صحة مطاردة سراقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم